كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبودي أنه لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة وقيادة السياسية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية لم تكن مصر لتواجه الأزمات العالمية النتيجة عن جائحة كورونا وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية لما دخلنا أزمة كورونا كانت مصر في مركز قوي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية وعملية التنمية الكبيرة اللي تمت في مصر اللي خلت هذا الموضوع يخفف عن مصر الصدمات الكبيرة اللي وجهتها دولة أخرى وأنا بقولها عن حضراتكم يقينا أن لو لا برنامج الإصلاح الاقتصادي ولولا المعدلات التنمية غير المسبوقة اللي قامت بها الدولة المصرية في خلال التلات أربع سنوات اللي فاتت وأنا بقولها وبأكد لم تكن مصر اللي تستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف وكنا حنشهد أنا آسف أقول انهيار في حاجات كثيرة جدا 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 لكن الحمد لله لولا القرارات اللي خدتها الدولة المصرية والقيادة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية الإصراع بمعدلات التنمية والمشروعات القومية اللي أنا حتكلم عليها بالتفصيل لولا الكلام ده أنا بقولها لحضراتكم يقينا لم تكن مصر اللي تقف أمام هذه الأزمات العالم كله حطنا من الدول اللي تعاملت مع أزمة كورونا بأعلى مستوى من الاحترافية وكانت يعني محطوطين ضمن مصاف الدول اللي قدرت بمجموعة من السياسات والخطوات إنها تتعافى وتتعامل مع كورونا مصر كانت من الدول القليلة على مستوى العالم فأزمة كورونا وحاركم عارفين اللي كانت لسه بتنمو بمعدلات إيجابية العالم كله كان بينمو بالسالب إحنا كنا قادرين الحمد لله نتيجة برضو للمشروعات التنموية والشغل اللي إحنا كنا بنعمله إنه كنا نحافظ على نمو بلدنا بالطريقة الإيجابية ترجمة نانسي قنقر